مشاهدين الكرام أرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوية الصحوالت من المواقع المحلية تقول ميليشيا الحوثي تمنع تحصين الأطفال ضد مرض الدفتيرية وفي صحيفة العربية الجديد تتساءل هل يكرر الانفصاليون في عدن أحداث يناير؟ وفي الأخبار المنوعة شرطة برلين تتعرض لعملية سرقة وتبحث أعلى المصوص والبداية من موقع عدن الغد والذي ركز على العديد من الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وعنوان الموقع تدريبات وعرض عسكري ليلي لحماية الرئاسية في محيط القصر وهتافات حماسية وقال الموقع أن ألوية الحماية الرئاسية بثت مقاطع فيديو على تويتر يظهر فيها عرض عسكري ليلي وتدريب لجنود الحماية الرئاسية وسط هتافات حماسية ومعنويات عالية وأفاد الموقع أن المئات من جنود الحماية الرئاسية يتلقون تدريبات ليلية في محيط قصر معاشيق ويقومون باستعراضات قتالية في محيط القصر الرئاسي كما تابع الموقع محاولات ميليشيا الحوثي بصنعاء الاستفادة من أحداث يناير وعلق الموقع كيف استغلت الميليشيا الحوثية أحداث عادا وقال الموقع أن أحد زعماء الميليشيا وجه دعوة لحزب الإصلاح والسلفيين وضباط الجيش الوطني والمستهدفين من قبل قوات الحزام الأمني بأن يأتوا إلى صنعاء فهم بأمان ولم يحدد محمد علي الحوثي المعتقر الذي سيضع فيه الإصلاحيين وما إذا كانوا سيعتقلون جوار محمد قحطانا في معتقرات انفرادية وفقا لتعليقات وردت في الموقع إلا أنه قال أنهم سيكونون تحت حماية الجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في المصدر أونلاين بدورهم لم يفوت الحوثيون فرصة الاقتتال في العاصمة المؤقتة عدن ووجهوا مدافعهم نحو الأهالي في حيس ووفقا للموقع الحديدة الحوثيون يقصفون حيس والتحيط والصالح والعثور على لغم بحري وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي واصلت قصفها المدفعية على حيس والتحيط وضواحي مدينة الحديدة غربي اليمن وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين أن الميليشيا الحوثية قصفت مواقع القوات الحكومية في شارع الخمسين وأطراف مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة وفي سياق منفصل عثر صيادون على لغم بحري في سواحل منطقة الطائف بمديرية الدراهمي جنوب غربي محافظة الحديدة كشفت مصادر طبية عن قيام الميليشيا مؤخرا بأعمال ممنهجة رفضة لحملات التحصين التي تقيمها المنظمات الدولية في مناطق سيطراتها وعنوان موقع الصحوانت ميليشيا الحوثي تمنع حملات التحصين للأطفال التابعة للمنظمات في مناطق سيطراتها وأفادت المصادر أن الجماعة أوقفت حملة التحصين ضد الدفتيريا الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء في يومها الرابع وقالت أن الميليشيا حثت وعبر طرق متعددة المواطنين بصنعاء على عدم تحصين أطفالهم لوجود آثار زعمت الميليشيا أنها سلبية وخطيرة وأضافت المصادر أن الميليشيا قامت من جهة أخرى عبر عناصر تنتمي إليها بمضايقة الفرق المشاركة في الحملة فيما أغلقت عددا من مراكز التحصين في أحياء متفرقة من العاصمة ولفتت المصادر إلى إغلاق عدد من المدارس الحكومية أمام العاملين الصحيين وبإعاز من الميليشيا حيث رفضت تلك المدارس فتح أبوابها أمام الفرق المشاركة لاستقبال الأطفال فيها ما دفع عددا من العاملين الصحيين إلى تحصين الأطفال في الشوارع حرصا منهم على تحقيق أهداف الحملة خلال الأيام الماضية ركز السياسي اليمني المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان على مجريات الأحداث في عدن وقد كتب عددا من وجهات النظر نختار منها مقتطفات في مقال تنشره بالقيس إدراء الفتنة لم يكن الرصاص في أي يوم أداة للحل كان أداة للتدمير والخراب في كل المنعطفات التي وضعت هذا البلد رهن القوة وأفقدته القدرة على أن يتعاطى بحكمة مع قضاياه لم تصنع الدماء غير طريق إلى الخطيئة والفشل العدو الحقيقي يتربص بالجميع ويثير غبار الفتنة بأكثر من أسلوب ومن مواقع لا تخطر على بال مشروع الحوث لانقلاب الذي أفسد المسار السياسي الذي كان قادرا وحده على معالجة أوضاع اليمن وحل قضاياه العادلة وعلى رأسها القضية الجنوبية وفقا لاختيارات الناس في تقرير مصيرهم هو من أسس الفتنة على طول البلاد وعرضها ظلت عدن تحمل اليمن شماله وجنوبه وتعبر به الزمن بحلوه ومره كانت المكان الذي لا يتأثر بما يفعله الزمن من تغيرات فهو الثابت في معادلة الحياة بالنسبة لليمنيين قاطبة وبذلك اكتسبت مكانتها في قلوب اليمنيين حيث أمها المتعبون من نكد الحياة بحثا عن ملاذ يعيدون فيه صياغة حياتهم بأمان جاء إليها التجار والعمال والبناءون والسياسيون والشعراء والهاربون من الظلم وبسطوا خيامهم في الفراغات التي رسمت البسمة كعنوان كبير لأحلام هؤلاء المتعبين وكانوا أوفياء في الالتزام بقيمها التسامح والتعايش والسلام ومنها وعبر موانئها غادر المهاجرون إلى عوالم مجهولة وفي سفن بلا هويات مدينة عدن بأحيائها المختلفة وعلى نحو يعكس مدنية عدن التي أخذت رغم قساوة الأنظمة الاستعمارية تصيغ نظاما للمواطنة كان له اليد الطولة في حماية حقوق سكان مدينة عدن وأخذ يتشكل كميراث للحركة الوطنية لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف باعتباره القوة المحركة لعدالة القضية الجنوبية وقوة محتواها ومضمونها يذهب الناس إلى المحلات التجارية لشراء الملابس والأحذية لكن منصور الحاتم اتجه إلى سوق الحصب ليبحث عن ثوب مستعمل للعيد عند الباعة المتجولين الذين ينفون السوق بأكوام الأثواب المتدلية على أكتافهم منصور واحد من ألاف اليمنين الذين يذهبون إلى الملابس المستعملة وعنون موقع قناة بلقيس الحراج ملابس رديئة يختبئ تحتها الفقر والألم يقول الحاتم لملقيس لم يكن لدي نية لشراء ملابس حتى من أثواب الحراج لولا أنني لم أعد أجد ما ألبسه وصرت أستحي وأنا أمشي بين الناس بأثواب المقطعة بأثوابه الملونة يلوح بائع الحراج بسوق الحصب للمرة بالأثواب المتدلية على كتفه ويدعو بإلحاح كل من يسير قربه إلى شرائها دون ملل أو من الذين يمرون دون الالتفات لبضاعته ويقول لبلقيس إن البضائع المعروضة بالحراج ليست كلها مستعملة بل بعضها جديدة لكنها ليست بجودة ملابس المعارض فتتمزق أو يتغير لونها بعد فترة وجيزة وتعتبر البضائع المستخدمة أفضل منها في حالات كثيرة ويتوزع باعة الملابس في مختلف أسواق أمانة العاصمة طوال العام لكنهم خلال فترة ما قبل الأعياد ينتشرون بشكل أوسع وفي باب اليمن أيضا كان البعث المتجولون يتسابقون إلى القادمين للسوق وينظرون إلى أعينهم وكأنهم يعرفون منها على من جاء للشراء هل يستطيع الشرق الأوسط الهروب من لحظة 1914؟ تحت هذا العنوان كتب إيشان ثارور مقاله المنشور في صحيفة الواشنطن بوست والمعادة نشره في الغد مضيفا أشار تقرير للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إلى أن الرصاصة القاتلة التي قتلت الأرشيدوق فرانز فرديناند من النمسا أشعلت النار في القارة الأوروبية بأكملها واليوم يمكن أن يؤدي هجوم واحد بصاروخ أو بطائرة من دون طيار أو بلغم لاصق إلى تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران ووكلاؤها في الإقلم والذين قد يتبين أنه من المستحيل احتوائهم ثمت الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تشعل شرارة الحرب في العراق تتنافس المليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران على النفوذ الداخل حكومة مركزية متشضية وشن المتمردون الحوثيون في اليمن بدعم من إيران بإحدى الأشكال هجمات صاروخية على السعودية وعلى البحر الأحمر ما تزال سوريا أيضا موقعا لما يسميه علي فايز من مجموعة معالجة الأزمات لعبة القط والفار بين إسرائيل وإيران وقد استهدفت الأولى أصول الأخيرات في ذلك البلد بشن غارات جوية متكررة عليها في نصف العقد الماضي ويمكن أن تنفجر هذه العداوات بسهولة في لبنان المجاور موطن حزب الله وكيل إيران النافذ تصر كل من الولايات المتحدة وإيران على أنهما لا تريدان الحرب وقد نجحت حملة الضغط الأقصى التي تشنها إدارة ترامب في إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الإيراني وإنما ليس في كبح سلوك إيران الإقليمي بل إنها زادت من الأعمال العدائية والعدوات في المنطقة وقد مارس النظام الإيراني في البداية درجة من الصبر وضبط النفس محاولا إحباط تكتيكات الضغط التي يستخدمه الرئيس ترامب من خلال الامتثار لشروط الصفقة النووية التي انتهكها ترامب من جانب واحد بحذر تعاملت الصحافة العربية مع أحداث عدن وعنونت صحيفة الشرق الأوسط في صفحاتها الرئيسية نفير الانتقال يهدد عدن بانقلاب جديد وقالت الصحيفة إن العاصمة المؤقتة عدن شهدت توترات واشتباكات أعقبت تشيع جنازة قائد من قوات الحزام الأمني لكنها تطورت لاحقا حين خرج قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ليعلن النفير العام ويدعو إلى اقتحام القصر الرئاسي الموجود في منطقة المعاشق وعفقا للجريدة فقد دخلت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منعطفا أمنيا جديدا ينذر بشروع في انقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد أن أعلن قادة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي النفير وعفقا للصحيفة فقد عاش أهالي عدن حالة من الذعر حيث سمع تبادل إطلاق النار امتد إلى منطقة جزيرة العمال أما في صحيفة العربية الجديد فقد طرحت تساؤلا مهما ذكرت فيه بما حدث مسبقا زحف الانفصاليين نحو مقر الحكومة بعدا تكرار يناير أم إكمال السيطرة تمثل معاشيق أو المعاشيق المقر الرئيسي لأعضاء الحكومة المتواجدين في عدن وتحميه قوات الحرس الرئاسي ومن شأن محاولة الانفصاليين السيطرة على مقر الحكومة من قبل الانفصاليين أن تمثل خطوة جديدة في إكمال انقلاب بدأ بدعم الإمارات في مايو 2017 كما أن الخطوة تمثل ضربة قاصمة بالنسبة للحكومة المعترف بها دوليا وتعيد تطورات في عدن الأنظار إلى ما شهدته المدينة في يناير العام الماضي عندما أعلن الانفصاليون التصعيد لإسقاط رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر وأخذوا اشتباكات للسيطرة على معسكرات الحماية الرئاسية قبل أن تتدخل عصاطة سعودية لإيقاف المواجهات بالتزامن مع اقتراب القوات المدعومة إماراتيا حينذاك من إسقاط القصر الرئاسي بعد قتل وإصابة العشرات ويمثل التصعيد الجديد تطورا خطيرا في ظل الموقف الضبابي للسعودية إزاء تصعيد حلفاء أبو ضابي إذ لم تتضح ملامح ردة فعل الأخيرة حتى اليوم على الأقل أجرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تعديدا لمشهد في فيلم وثائقي لمقدمة برنامج بانوراما سيستي دولي بعد وصفها لعلامة رفع السبابة للتشاهد بأنها تحية خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية وعنوان الموقع البريطاني بي بي سي تعتذر عن ربط رفع السبابة بتنظيم الدولة الإسلامية وقال الموقع ظهر مقطع الفيديو في أخبار العاشرة في قناة بي بي سي المحلية وقد أزيل من تلك أو من قائمة الفيديوهات التي يمكن إعادة عرضها على منصاتها للبث المباشر كما أزيل أيضا من موقعها على الإنترنت وأجري عليه التعديل وقد اعتذرت بي بي سي عن هذا الخطأ وقال متحدث باسمها لقد وصفنا بشكل خاطئ علامة رفع السبابة لنساء تم تصويرهن في مخيم يسيطر عليه مقاتلون أكراد في شمال سوريا على أنها تحية خاصة بتنظيم الدولة كما أضاف في الوقت الذي حاول التنظيم أن يوحي بأنها تحية خاصة به لأغراض دعائية نرى أنه يتوجب علينا إضاح أن المسلمين كافة يستخدمون هذه الحركة للدلالة على وحدانية لا نعتذر عن هذا الخطأ ونؤكد أننا حذفنا هذا المقطع من الفيلم الوثائقي في عملية تظهر أن جرأة بعض اللصوص لا حدود لها تعرض شرطة العاصمة الألمانية برلين لعملية سرقة اللصوص نهبوا عدة معدات تقنية من بينها جهاز لاسلكي حساس للغاية فيما تتواصل عمليات البحث عن الفاعلين وعنوانة الدي دابليو شرطة برلين تتعرض لعملية سرقة عادة ما تعمل الشرطة على ضمان الأمان والقبض على كل لص يحاول القيام بعملية سرقة كيفما كان نوعها إلا أن الأمر تغير في العاصمة الألمانية برلين إذا أصبحت الشرطة هذه المرة هي نفسها ضحية لعملية سرقة لا تحدث كثيرا وعضف الموقع الألماني أن الشرطة لم تكتشف أمر السرقة إلا بعد حوالي ثلاثة أيام المسروقات من بينها معدات تقنية تستعملها الشرطة وعجهزة إرسال راديو وعجهزة استقبال لاسلكية فضلا عن جهاز توجيه خاص يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بالشرطة في حال نجح اللصوص بالدخول إليها الدولة بين حكم العاشرة وحكم القانون تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد لا تقوم سلطة مستقرة ودولة راسخة من دون اجتماع عاملي القوة والقانون فالقوة من دون قانون تصبح قانون ذاتها وتفرض مبدأ الحق للأقوى وهذا ما شاع التعبير عنه بعبارة قانون الغاب الذي يحكم فيه القوي الضعيف من دون توسط ولا حدود وهو ما ينفي وجود الدولة والجماعة السياسية بالتعريف وإذا طبق في إطار دولة قائمة فسيكون لا محالة من أهم أسباب تقويضها ونشر الفوضى وإطلاق حرب الجميع ضد الجميع والتسابق على استخدام العنف لفرض إرادة الأفراد بعضهم على بعض فالقانون الذي لا يملك القوة التي تحمي تطبيقه يتحول إلى كلمات فارغة من المعنى تماما كما هي فارغة من المعنى الدستاتير التي تضعها لنفسها الحكومات الاستبدادية والتي تعدلها كما تشاء وتخرقها بانتظام ولا تعيرها أدنى اهتمام والقانون المفروض بالقوة كما يحصل عادة في بلادنا هو تجسيد لمبدأ القوة والإكراه وليس فيه شيء من معنى القانون وروحه ولهذا السبب ارتبط نشوء النظم الديمقراطية بالثورات الشعبية بمقدار ما قادت هذه الثورات إلى إيجاد قوة موازية أو موازنة لقوة الطبقة الحاكمة وفتحت ساحة السياسة والصراع بين القوة على أسس ومبادئ فرضتها توازنات القوة وهذا هو السياق الذي نشأت فيه الحريات الفردية والجماعية حريات التعبير والتنظيم والتظاهر التي تجسد الاعتراف بوجود الشعب بوصفه قوة سياسية وهو أيضا السياق الذي ألهم الفكر الديمقراطي مبدأ فصل السلطات الذي يهدف إلى منع طريق واحد من احتكار السلطة حتى في إطار جمهورية حرة يشكل فيها الشعب قوة منظمة وقادرة على التدخل في الحياة السياسية في أي وقت حكم القوة والحكم بالقوة سواء بفرض القانون من فوق أو تزوير إرادة الشعب أو تعطيل العمل بالقانون كما تشير حالة الطوارئ يعني ببساطة إلغاء السياسة ومن ورائها إلغاء المجتمع المدني والعودة إلى ما قبل السياسة والدولة في تنظيم العلاقات المجتمعية في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارجيان البريطانية والتي وثقت عددا من الأحداث في مناطق مختلفة حول العالم نتابع ترجمة نانسي قنقر لفن الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا وفقا لواحد من تعريفات هذا الفن المتعددة مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية ترجمة نانسي قنقر بأخبار وصور ورسوم وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء